مش الطيبون للطيبات ربنا قال كده في القرآن ليه ربنا بقى رزقني بشريك حياة أنهك حياتي نفسيا وصحيا وغير سوي مع أني عملت بما يرضي الله وما كنتش بتقل عليه ليه العقام من ربنا الطيبون للطيبات ده مش جزم أن كل واحد كويسة تجاوز واحدة كويسة والكويسة تجاوز يقين أنه واحد كويس ده ده خمس أقوال عنده العلماء أغلبها مرتبط بالكلام ربنا في صورة النور بيقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة اللي بتهموا الستات في شرفهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس الخبيثات للخبيثين والخبيثون من الناس للخبيثات من الكلام والطيبات من الكلمات لأن الكلام كله عن قذف المحصنات الكلام اللي فيه ادعاء على شرف الستات والطيبات للطيبين الكلام الطيب بيطلع من الناس الطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون ربنا سبحانه وتعبيره الناس الطيبة مبرؤين من كلام الخبيثة او لو هنتكلم ان ده الستات الطيبة للرجال الطيبة ده معناها جملة خبرية اي ان الطيبون يبحثون عن الطيبات كان فيه رصد للواقع الطيبين بيضوروا على الطيبات والخبيثين يدور على الخبيثات. ده مش معناها ان كل واحد طيب هيجاوز واحد طيبة. ممكن واحد طيب يجاوز واحد تطلع عينيه او العكس. واحدة كويسة تجاوز واحد ينهيكها نفسيا. فالآية مش بتجزم بالموضوع ده. والله تعالى اعلى واعلم.